السلام عليكم متابعي دراما سبورت خلونا نتعرف على اللواء المتقاعد موفق جمعة نعرف كيف عم بيفكر وكيف شخصيته وشو وضعه بها الأيام في عندك ضغوطات ما هيك؟ عادي عادي معك بتتعود اسأل صاحبك بيعطي دروس بالتعنت أكيد حيساعدك اللواء المتقاعد موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام يعني رئيس كل الرياضات بسوريا كرة القدم كرة السلة الطائرة الألعاب الجماعية الألعاب الفردية شو ما بيخطر ببالك؟ هو رئيسها رئيس كل شي الزلمة كان رياضي وحقق ميدالية أولمبية بأولمبيات حارة الضبع بالخمسينات يعني مين انت لتحكي عن هذا اللواء المتقاعد؟ اللي سهر الليالي؟ عشو سهر الليالي؟ كنت رح أحكي شي إنجاز بس عمدور عشي إنجاز ما عملاقي يا شباب بلا مزح خلونا بالجد وبالمفيد بآخر فترة صرنا عم نمزح كتير ولازم نحكي جد إلا ما نلاقي له شي إنجاز خليني فكر شوي بس اسكت يا لساني اسكت يا لساني عمفكر بس ما عملاقي مو ضروري نلاقي إنجاز مو بالضرورة يعني الزلمة بأول عمره إلا ما يحقق شي إنجاز والجاية تحسم الرايحات بعدين سيادة اللواء المتقاعد وعدنا يتحمل المسؤولية وأكيد هو عند وعده وحكى هالشي عدة مرات بعدة لقاءات يعني أنا ما بحكي شي من عندي بتعفوني ما بحكي من دون دليل تفضلوا سمعوا أنا مسؤول عن كل فشل في الرياضة السورية وليس أحد آخر وأنا أتحمل هذه المسؤولية شايفين الزلمة عم يحكي إنو أنا عم بتحمل المسؤولية وحكاها يعني وبعد كاس آسيا كمان حكى إنو هو بيتحمل مسؤولية الفشل بالكرة السورية أو بالرياضة السورية خلص انتهى النقاش ما دامه حكى عن الموضوع فهذا الشي بيكفينا إن شاء الله مفكروا إنو بدي تحمل المسؤولية عن جد لا حبيبي نحن بنحكيها حكي ما بنتحمل المسؤولية بس حكي بعدين انت ويا 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 وانت تبع دراما سبورت والمتابعين والجمهور السوري بهالصفحات تبع الفيسبوك وصفحات القنوات اليوتيوب وحسابات الانستجرام شو مفكرين نو بس مشغول بكرة القدم في كرة السلة في كرة اليد في كرة الطائرة في ألعاب فردية يعني لا تفكر إنو بس في كرة قدم عصيرة كرة السلة يا شباب بل مخطوعا حديثي كرة السلة منتخب كرة السلة شو صاير بوضعه على كل حال أنا ما رح أحكي عن كرة السلة في ناس أساطير بكرة السلة أنور عبد الحي وطريف قوترش مع حفظ الألقاب طبعا بيحكوا عن كرة السلة ببرنامج الكابتن اللي بيقدمه لإعلامي محمد الخطيب فيكنوا تتابعوا البرنامج وتشوفوا وضع كرة السلة ووضع الرياضة السورية بشكل عام يعني منتخب كرة السلة ما هو أفضل من منتخب كرة القدم بصراحة نحن من فشل لفشل مو بس بكرة القدم ولا بكرة السلة حتى كرة اليد وكرة الطائرة ممكن لغوة من قائمة الرياضات بسوريا يعني بالمختصر المفيد سيادة اللواء المتقاعد موفق جمعة مو بس فشل بكرة القدم فاشل بكرة السلة بكرة اليد والطائرة ممكن ملغية ما بعرف يعني صراحة ما فيني أكد على الموضوع ما فيني أكد ولا شيك على الموضوع لكن أنا متأكد لو في لعبة هوكي على الجليد بسوريا رح يخسرها كمان خلونا نرجع لكرة القدم يا شباب بصراحة ما فيني يفوت بكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة آي فوق طاطي لأنه بصراحة الرياضة السورية كمنظومة رياضية كلها بده تغيير فإذا حكيت عن كرة السلة فيها مصايب وإذا حكيت عن كرة اليد مصايب ولا ألعاب الفردية حدث ولا حرج فخلونا على كرة القدم خلونا نسأل سيادة اللواء شو سبب استقالة اتحاد كرة القدم هني شعروا بحجم المسؤولية الكبير وضغط الشارع الرياضي بعد النتيجة المخيبة لمنتخبنا الأول أمام لبنان لا هاي قوية ملا حجة وملا تبرير لو بدهم يتحملوا المسؤولية يا سيادة اللواء المتقاعد بيتحملوها بعد كأس آسيا مباشرة مو بعد خسارة لبنان اتحادات كرة القدم يا عمي عم تستقيل بعد البطولات الرسمية بشكل مباشر أما المدرب بيستقيل بعد الكوارس التكتيكية أو المطالب الجماهيرية ركز لي على المطالب الجماهيرية بيستقيل المدرب لما الجمهور ما بدويا يعني بالمختصر المفيد الشي اللي صار باستقالة اتحاد كرة القدم بعد مباراة لبنان واستمرار المدرب بعد مباراة لبنان كأنك تسأل واحد أو شي شخص وين إدنك بيقولك هون طيب ما هي هون ليش عم بدور عليه هون يعني بصراحة أنتو خليني ساكت اسكت يلسعني بس بصراحة قولت يوسف سيف معلق البيعين سبورت بعد حركة زيدان حركة الفرجار اللي بيسموها لما قال ما صارت من قبل نحن بصراحة بالرياضة السورية ما صارت من قبل الاتحاد السوري بيستقيل بعد مباراة لبنان والمدرب بيستمر الله ما صارت من قبل عموما هاي تحماية بسيطة والقادم أعظم حبيبنا اللزم سيادة اللواء المتقاعد القادم أكيد أعظم ورح نستمر بالضغط ورح نستمر بالحديث يا نحن يا أنتو يا رح نشوف منتخب سوري مميز بكأس آسيا وبآسيا وبالقارة الآسيوية وين عجبكن وما عجبكن بدنا منتخب يكون قوي منتخب يكون منظم منتخب تكون فيه كوادر رياضية أصحاب خبرة كباتن نحن بنحترمهم الكباتن السورية كل ياتن عراسنا بنحترمهم واحد واحد وبدنا إياهن هنن يكونوا بالاتحاد الرياضي العام وبالاتحاد كرة القدم في راس مع الله خليسي الرئيس الاتحاد الرياضي عام بنحترم الزلمة عنده إنجازات وبنشوفها ومحمد عفش رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم وصلى الله بارك قبل ما أنسى آخر نصيحة يعني حابب أحكيها لسيادة اللواء المتقاعد لما بدك تعمل مؤتمر صحفي وبتستبعي إعلاميين فلا تمنع الأسئلة إذا خايف من أسئلة الصحفيين فلا تعمل مؤتمر من الأساس اكتب لك شي بيان على الفيسبوك تأكد فيه استقالة رئاسة الاتحاد والأعضاء الاتحاد وصلى الله بارك بلا ما تطرق الصحفيين مشوار عرفاضي بتمنى يعجبكم الفيديو يا شباب هاي مجرد تحماية وتكونوا بصحة وخير وسلامة اشتركوا في القناة